وفي برضو النهاردة ليال محمد ازاك يا ليال كويس الحمد الله ايه اخبارك الحمد الله وعندك كم سنة يا ليال عندي 11 سنة 11 سنة بالك كتير بقى بتلعبي كده بالي 9 سنين في الجنبولز 9 سنين؟ انت ابتدتي وانت عندك سنتين او 3 سنين؟ ايو سنتين ونص طب ما كانش تفتكري وانت بتتمرني وانت عندك سنتين ونص تفتكري للحاجات دي؟ او ممكن افتكري ابتدتي بدري يأوي ايو 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 اكيد بقى الفترة دي قدرت تلعبي وتخش بطولات وتسافري لأ ساعتا كنت صغيرة جدة دلوقتي دلوقتي ودلوقتي بعاد كويس بسافر لوحد دلوقتي دلوقتي بقى تتخوش بدش دخلت البطولات بتاكبده بس? لا اما اخر بطولات دخلتها اخر بطولة دخلتها كانت في ايطاليا ولي ايه اخبار المنافسة فيها كانت صعبة ولا سهلة؟ كان في حاجات صعبة وحاجات سهلة مين بقى البلاد اللي هي ممنجي ننزل بطولة بنحس فلهم عقوية زينا؟ روسيا قوية جداً أهام وبرتغال لما سافرنا كانت قوية جداً برضو أهام وإيطاليا برضو كوية روسيا والبرتغال وإيطاليا دول من الدولة القوية في الجنباز الإقاعي أهام طب ليه ليه ليالي خطرت الجنباز الإقاعي؟ ليه ما لا يبتيش أي نوع تاني من أنوال الجنباز أو ريادة تانية حتى خلص أنا في الأول لما دخلت ما كنتش فهما بس بعدها لما يعني تعودت عليه بدأت أشوف أن أنا بعرف أعبر على نفسي في الجنباز جداً أهام إنتي أعرف اللي هم بيسمون اللي هو فن من فنون التعبير إنتي أعرف الموضوع دوت أهام وإنتي حسيته بدوت عشان كده أكملتي بقى أهوة اللي بحس أن الموسيقى بتليق معي كده نعرف نتعامل مع بعض